السلام عليكم وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من سلسلة الاستعراض الأخير أو السوبر بريفيو والفكرة هنا نقدم استعراض ضخم لكل لعبة كبيرة ومنتظرة قبل أسبوع من اطلاقها فإذا تعرف اللعبة من قبل بنحمسك أكثر إذا ما تعرفها بندخلك أجواءها معنا ونبني حماسك من الصفر الاستعراض بكل على شكل فقرات رئيسية سريعة وخفيفة فخلونا نبدأ وأولاً وش سالفة اللعبة؟ اللعبة من نوع الأكشن والمغامرة وفيها طور قصة عميق رح يأخذ منك ساعات طويلة وتجذبك بقصصها الجانبية وهي جزء من سلسلة كبيرة وعريقة اسمها Assassin's Creed ويطم تطويرها بشكل رئيسي من استديوات يوبيسوفت مونتريال وتقوم شركة يوبيسوفت بنشرها وحداث اللعبة تدور في العصور الوسطى وتركز على التجسس والصراع بين الأساسنز والتمبلار طبعاً مثلما تعودنا من يوبيسوفت اللعبة رح تكون معربة بالكامل من الحوارات إلى نصوص القوائم فإذا هذا جوك تابع معنا لأن حماسك بزيد هل لها أجزاء سابقة سلسلة Assassin's Creed من أعرق سلاسل شركة يوبيسوفت ولها أكثر من 13 جزء منها الأساسي والفرعي بدأت هذه السلسلة من أيام البلاي سيشن 3 والإكس بوكس 360 في سنة 2007 وفي أغلب أجزائها رح تلعب بشخصية بتكون جزء من الأساسنز براثرهود أو تكون شخصية ماشية بطريقها وبعدين تنضم للأساسنز والأجزاء السابقة أخذتنا لحضارات مختلفة مثل الحضارة الفرعونية والأغريقية والإيطالية والجزء الأول كانت إحداثة تدور في الحروب الصليبية لكن هل لازم تلعب الأجزاء الماضية عشان تلعب هذا الجزء؟ لا وإيه؟ لا لأن كل جزء بيعطيك حضارة مختلفة تماماً والأحداث والفترات الزمنية جداً متباعدة لدرجة ما فيه أي شيء يربط بين كل جزء من ناحية الحضارات المختلفة وإيه؟ لأن كل كم جزء يخليك تلعب بشخصية في وقتنا الحالي مثل أول ثلاثة أجزاء صح تكلمت عن حضارتين مختلفتين مع ذلك كان عندك شخصية ديزموند مايلز اللي رح تتعرف أنه من سلالة الأساسنز وصار يدور عن الأسلحة النادرة اللي خبأوها الأساسنز وكل كم جزء اللعبة بتعطينا شخصية مختلفة في وقتنا الحاضر مثل شخصية ليلة حسن في آخر جزئين على أي جهاز رح تقدر تلعب اللعبة ومتى بتنزل أساسنج سكريد في فالهالة رح تصدر على أجهزة الجيل الحالي وأجهزة الجيل الجديد وطبعاً البي سي في 10 نوفمبر ولا تنسى بأنك إذا شريت اللعبة على أجهزة الجيل الحالي رح تقدر تأخذ نصفة الجيل الجديد بشكل مجاني قصة هذه اللعبة تبدأ في سنة 873 ميلادية كانوا في حرب في النرويج وكثافة سكانية عالية وهذا أجبر البطل أو البطلة على حسب اختيارك المعروف باسم إيفور وأخوها سيغارت في قيادة عشراتهم إلى إنجلترا حتى يبنوا المستوطنات جديدة لهم وخلال توسعتهم لنطاقهم تشابقوا مع ممالك مختلفة منها مملكة النورث أمبريا وإيست أنجلا لمدة سنين وخلال هذه الحروب إيفور رح يقابل مجموعة الأساسن المعروفين هنا باسم The Hidden Ones وبينضم لهم في قتال The Order of the Ancient وغير هجومك على إنجلترا واحتلالك كم منطقة رح تزور أجزاء مختلفة من النرويج Assassin's Creed Valhalla هي منظام ألعاب العالم المفتوح بالمنظور الثالث وبتأخذك في عدة مهمات أساسية وعدد كبير من المهمات الجانبية ومثل ألعاب هذه السلسلة السابقة المجال رح يكون لك مفتوح في التجوال وتسلق أي شيء تحط عينك عليه ويمديك تعدل على كل شيء في شكل شخصيتك من شعرة إلى صبغات على وجهه والوشوم وطبعا تقدر تعدل على الأسلحة التي تشيلها وتقدر تشيل أي تشكيلة بها من الأسلحة لدرجة أنك تقدر تعابط وتقاتل بدرعين على يدينك أحد أكبر ميز هذه السلسلة هي Eagle Vision وهي طبعا موجودة وبيكون عندك برضو غراب أسود بيساعدك في توضيح مناطق الأعداء في كل مقر قبل لا تهاجمه وأكثر من الجزئين السابقين بيكون في تركيز أكثر على الطابع التخفي من ناحية القتال والتنقل وأحد العوامل الجديدة بهي بأنه مو بضروري أنك تنهي كل مهمة بشكل عنيف فتقدر تختار خيار دبلوماسي نظام التلفيل أيضا اختلف حيث اللعبة ما راح تركز كثير عن نظام التلفيل المتعرف عليه في الجزئين السابقين وصار يركزون أكثر على المهارات التي تختارها ورح تتوفر لك مهارات أكثر لما تتقدم في اللعبة اللعبة بيكون فيها حوالي 25 ثيئة عدو مختلف وهو تتوعد اللعبة بأن هذا الشيء راح يخلي القتال منعش حتى بعد لعبك لساعات طويلة اللعبة ما فيها أي طور لعب جماعي لكن فيها عناصر لعب تعاوني فلما تتقدم في اللعبة راح يمديك تصمم جنود تساعدك في غزواتك على القلاع ولما تلعب اللعبة راح تجند لك جنود صمموهم أخوياك في لعبتهم حتى يساعدونك في الغزوات وجنودك أيضا يقدرون يفزعون لأخوياك لكن بشكل عشوائي يعني ما أحد من أخوياك يقدرون يختارون شخصيتك بشكل محدد هذه هي فقرتنا الختامية وفيها بنعلمكم عن معدل حماسنا للعبة في True Gaming واختيارنا لمعدل حماسنا للعبة Assassin's Creed Valhalla هو مولع لا تنسون أن الأسبوع القادم بتكون براجعتنا النهائية وتقييمنا الأخير للعبة Assassin's Creed Valhalla نشوفكم على خير كان معكم نوف النغموش أعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة